بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله مع اول حلقة من حلقات المراجعة النهائية الصف الثاني عشر المتقدم الفصل الدراسي الثالث الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين نبدأ على بركة الله الجزء الاول عندنا اول واحدة السادسة بتتكلم عن الدرس الاول بتتكلم عن area between curves المساحة بين المنحنيات زي ما حضركم شايفين الرسمة اذا كان عندي بالمنظر ده عندها دالة فوق ودالة تحت فبنسميها ابر ولور وبالتالي الاريا بالساوي الابر ناقص اللور اذا كانت الرسمة عندي موجودة منحنة ناحية اليمين ومنحنة ناحية الاسهار فبقول الاريا بالساوي right function minus left function يعني اليمين ناقص الاسهار وبالتالي تعال نشوف بعض التمارين ونتدرب عليها مع بعض مثال ده الموجودة عندنا قدامنا بيقول لي عندي تقيني الاريا باوند باين يقيمت باين يقيم على بالساوي كامل ويقيم على المراض يعني عاوزين نجد المساحة بين المنحنة ي ساوي اكس تربيع والمنحنة الاخر اكس يساوي تربيع نظر بلنا من جزئية مهمة أهم حدنا نعرف هل المنحنة لدي الابر ولور ولا لالي هنا طبعا من حسن الحظ ان اننا ممكن اقول اننا لدي هنا دالة الابر ودالة ايه اللور وطالما عندك دالة أبر والاور استخدم التكامل بالنسبة للإكس ورايح نفسك من المشاكل الثاني الممكن تجيلك من وراه الراية واللفت لان انا لو حبيت احل بالراية واللفت لابد من تعديل المعادلات التي عندي او تعديل الفنكشن الموجودة عندي بحيث انها تبقى دالة في الواي يعني خليها اكس تساوي وبالتالت عنا شوف نعمل فيها ازاي يبقى اذا الدالة الأبر اللي هي عبارة عن مين هي عبارة عن اكس يساوي واي تربيع ولكن انا محتاجها لتحدث دالة في كدالة الاكس يبقى لازم اخذ الجزر التربيعي لبعا حنا عندنا اكس يساوي واي تربيع والبالتالي الواي بيساوي جزر اااكس طبعا نم piercing علي اكتب موجب وسالب ولكن احنا هنا assaultedوا الربع الاول فناخد absolument الموجب الدالة الثانية يبارة عن الي بيساوي اكس ااا تربيع يبقى لاده عرف اني الابر هي الدالة هذه عبارة عن الجزر التربيعي يبقى هي عبارة عن الابر والثانية عبارة عن مين الابر وبالتالي The area to sound الدلة الأبر الأبرbooksفوة عبره عن جزر التربية لـ X ناقص الدلة الأبر ، مباشرة الـ X تربية Dx طالما عند أدر مباشرة يبدو أن تقوم بأنه تكون بأنه تكون بأنه حدود التكامل تكون بأنه تكون بأنه حدود التكامل تكون بأنه حدود التكامل مع النقطة على محور ١ واضح أنه يوجد حدود التكامل من الصفحة للوقت أما إذا كانت حدود التكامل غير موجودة يسبق أكبر أن يوجدها من خلال حل المعادلتين معا أنا عندي Y تساوي X تربيع والX يساوي Y تربيع فبقدر أعوض واحدة في الثانية أو أساوي الاثنين ببعض وبالتالي لو أنا عوضنا عن Y بX تربيع يبقى نحصل عندنا X تساوي X تربيع عليها والسكنين بتاني كمان يبقى معناها X أساربعة أرحل بشرة مخالفة يبقى X أساربعة ناقص X يساوي صف وبالتالي لو أنت خدت X عام مشترك يظل معك X تكعيب ناقص واحد تساوي صف أحل الجزء يبقى إذن X يساوي صف ومنها X تكعيب ناقص واحد تساوي صف يعني X تساوي الجزر التكعيبي لمين للواحد اللي يبقى بواحد وبالتالي حدود تكامل صف إلى مين إلى وحد وبالتالي الإجابة الصحيحة اللي عندي اللي هي عبارة عن الجزء A أو الاختيار رقم A رقم B أي بالنسبة لي السؤال أول نشوف سؤال تاني بيقول لي نفسي كلام عايدين المساحة ما بين المنحنة Y يساوي X تربيع ولكن أنا بيقول لي choose to answer يبقى أنا عندي حلين طيب تعالى بقى ننظر للمسألة قدامي هل هي أبر ولور ولا لا المسألة قدامي منفعش أقول عليها أبر ولور يعني لأننا عندي المنحنيين بجوار بعض فمنفعش أختار كلمة أبر ولور ولكن ممكن أقسم المساحة إلى جزئين بالطريق دين يبقى إذا الجزء الأول سسمي A1 والجزء الثاني سسمي A2 ونجيب مساحة كل واحد الحالة فأصبح الأبر عبارة عن Y يساوي X تربيع واللور هو محور X ومحور X دائما نحن لازم نبقى عارفينه أن Y سوا صف وبالتالي A1 عبارة عن مين عبارة عن تكامل الأبر اللي هي X تربيع اللور هي عبارة عن Y سوا صف وبالتالي D A D X من كم لكام هذا يبقى من صفر إلى واحد وبالتالي الجزء الأول أدئي واحد طيب A2 A2 يساوي كام أقول له تكامل أصبح عندي دالة الأبر اللي هي الدالة الخط المستقيمة اللي عندي يبقى عبارة عن A2 ناقص X D X من كم لكامل هذه المرة من عندنا من واحد إلى مين من واحد إلى اثنين يبقى إذن المساحة الإجمالية كلها اللي هي A عبارة عن A1 بلس A2 يساوي يبقى أجمع الاثنين مع بعض وبالتالي عندنا تكامل من صفر الواحد للX تربيع D X زائد تكامل من واحد إلى اثنين عبارة عن اثنين A ناقص X D X وبالتالي هذه الإجابة تمثل الإجابة فيه choose to answer يعني تظلت إجابتني طب تعال نشوف ننزلها من منظور آخر يعني ننشوف لها مثلا من رايت وليفت أراحل أننا عندي هنا الخط اليمين ده اسمه رايت هيبقى الدلل هي رايت وهي المنحنى الثاني هيبقى عندنا مين عبارة عن مين عبارة عن اللفت ولكن طالما هاشتغل على رايت والليفت لابد من تعديل المعادلات تعديل المعادلات كيف؟ يعني بدل ما هي Y تساوي X تربيع كدل في الـ X تساوي الجزر التربيعي الموجب لمين للـ Y هنا نخلي بالنا أننا نشغلين أيضا في الربع الأول فأخذنا الجزر التربيعي الموجب فقط طيب نيجي للمعادلة الثانية عندنا Y تساوي 2 ناقص X لازم نخليها دالة في الـ Y رحل X بشرة مخالفة بدل الـ Y وبدل ما كانه مساوي يبقى 2 ناقص مين وهم ذات الدلتين اللي احنا عايزين نشتغال لهم يبقى أصبع عندي وعندي وبالتالي المساحة سوف تكامل الـ Right Function ناقص الـ Left Function ولكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للـ Y يبقى تكامل الـ Right عندنا اللي هي الدالة الخط المستقيم اللي هي عبارة عن 2 ناقص Y ونخلي بالنا من الترتيب ناقص الدالة الثانية اللي هي الدالة الجزر التربيعي اللي هي جزر Y يبقى ناقص جزر مين Y دي طالما عندي التكامل بالنسبة للـ Y يبقى حدودنا التكامل من أعلى محور Y محور يبقى من كم لك من الصفر إلى مين إلى الواحد وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى الآن أي جزء فيها اللي هي رقم مين يا شباب رقم اي هذي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسؤال الثاني فنخلي بالنا ممكن أحله بطريقتين السؤال ممكن يتحل في المساحات والحجوم ممكن تحله بأكثر من طريقة ولكن شوف الأنسب لك وشوف الأسهل لك تعال بقى تشوف السؤال الثاني نفس الكلام طبعا واضح هذا الشمس هنا عندي مثلا خطة مستقيم خطة مستقيم ومنحنة عايزة أجيب المساحة اللي بينهم اللي هي الاي يبقى عندي الأبر وعند اللاور يبقى هعمع ما يتكامل بالنسبة للإكس هعمع ما يتكامل بالنسبة للإكس وبالتالي اللي فيها Y ديها نلغيها مؤقتة تعال لنشوف كنا نعملها إزاي وبالتالي أقول له العبارة عن الأبر معروف خط المستقيم اللي هو Y وبالتالي عندنا الاريا تساوي تكامل الأبر عبارة عن خط المستقيم اللي هو عبارة عن X زائد واحد ناقص الدلة الأسفل اللي هي مين الدلة التربعية الموجودة عندي اللي هي عبارة عن X تربيع ناقص 2X زائد مين واحد ديها ولكن الحدود التكامل عندنا من الصفر إلى مين إلى الثلاث يبقى من الصفر إلى ثلاث ما عندكش حدود التكامل حل المعادلاتين مع بعض تسويهم ببعض يبقى تقول له كده X تربيع ناقص 2X زائد واحد تساوي X زائد واحد فتلاحظ أن الواحد تضيعها تكنسها مع الواحد ترحل الـ X بالنحية تابعة شرم الخلفة يبقى X تربيع ناقص 3X زائد صفر ومنها تحصل بالألة حاسبة أو حلتها عن طريقة تحليل ولكن احنا لو لاحظنا هنا مفيش ولا حل من الحلول قدامنا طب لو أنا فكت الأقواس أيضا مش يفيش ولا حل منهم طب إزاي؟ يبقى هل الإجابة غلط؟ لا فخلي بالك من الكلام اللي أقول لك على الهدل الوقت لأننا عندي التكامل من الصفر ثلاثة الجزء الأول X زائد ثلاث زائد ما هو ناقص ولكن انت لو لاحظت الجزء اللي هنا ده عبارة عن مربع كامل فبقدر أكتب جزر الأول جزر الـ X تربيع X جزر الـ 1 و 1 إشارة الحد الأوسط تبقى سالب ويبقى عندنا X ناقص 1 كله أس 2 هو ده يبقى أنا حولت الدلة بدل ما هي الشكل التربيع زي كده حولتها القوة التربيع اللي هو بينهم يبقى إذا في الحالة دي يبقى إذا ناقص أقوله X ناقص 1 أس 2 D X هتلاحظ أن الحل اللي عندنا هو الحل الحل يا شباب أنا فيهم أنا عندي X زائد 1 ناقص X ناقص 1 كله تربيع فنخلي بالنا من الجزئيات للذكر ونبقى منتبين ولكن حدود التكامل عندنا كمان من كم لكام من الصفل إلى 3 لأننا نخلي بالنا عن هنا من 1 إلى 3 وهنا من الصفل إلى 3 يبقى إذا الإجابة الصحيحة اللي يمين اللي هي 8 هذي بالنسبة لتركة بسيطة ممكن يعملها معاك في السؤال بدل ما هي شكلة بالطريق دي يحولها لإقتلام ما هي مربع كامل يحولها لنا إلى قوس أس 2 نشوف سؤال آخر هنا بيقول لي هنا عندي رسم ويسوي اكس مستقيم ويسوي اكس مستقيم ويسوي 6 نقص اكس وعندنا المستقيم العموء الأفقي ويسوي 2 ويسوي 0 للمحور اكس عازين المساحة المحصورة بينهم يبقى هنا لابد من الرسم يبقى إذا لو أن حبت أرسم المستقيم ويسوي اكس طبعاً دي عبارة عن لو ضعتنا القيمة الكس بصفر ححصل النقطة صفر وصفر ولو وضعت النقطة مثلاً بواحد ححصلها واحد يبال إذا عندنا نقطتيا committed 0011 وصلنا الخط المستقيم اللي بينهم عطينا الخط المستقيم الاول طب المستقيم الثاني ممكن أعوض على X0 يبال حصل مثلا قيمة Y6 وعوض عن قيمة Y0 أحصل قيمة X أيضا ب6 يبال عند النقطتيا هم 0 و6 والنقطة الثانية 6 وصفر أوصل ما بينهم أحصل لمستقيم الثاني طب أنا عندي مستقيم أفقي Y سوى 2 يبال عند الY سوى 2 أعمل مستقيم أفقي وبالتالي يبال منظر قدامنا ده يبال عندنا المستقيم الأفق عندك y يساوي 2 أصبحت المنطقة كمان أخلي بالك أنه عندنا y يساوي 0 ودي عبارة عن x axis يبقى لازم أشوف محور x فيها محور x بالطريدية ويبقى إذن المنطقة المضللة موجودة عندنا باللون الأصفر هي عبارة عن المنطقة المطلوب هنا نخلي بالنا من الحاجة أولا الشكل الموجود عنده شكل من الأشكال الهالنسية المعروفة اللي هي ترابزويد وبالتالي أو الشبل من حرف وبالتالي أقدر أجيب مساحته. مشاهة الشبل من حرف هي عبارة عن التكامل أو المساحة اللي هو مطلبة مني. يبقى مساحة الشبل من حرف عبارة عن minha. قاعدتين متويزيتين اللي هم عبارة عن القاعدة للسفلية. يبقى عندها من صففر إلى 6 يبقى طولها 6. زائد القاعدة الموازية لها اللي فوق هي عبارة عن من 2 إلى 4 يبقى طولها ب2. أقسمها على كام دايماً. يبقى مجموعة القاعدتين متويزيتين أقسمه على 2 ولكن الكلم دي مضروف في مين؟ مضروف في الارتفاع. الارتفاع يعني المسافة من محور اكس لغاية الخط المستقيم الافقي الاخر. يبقى المسافة كام عندنا المسافة اثنين. وبالطريق المسألة دي سهلة جدا. اصبح ستة زي اثنين على اثنين في اثنين. وبالتالي يطلع مننا الناتجة كام ثمانية. يعني الاجابة الصحيحة كام ثمانية. دي كلام دي لو انت عايز تحل باستخدام من الاشكال الهندسية العادية. طب لو انت عايز تحل عن طريق التكامل. يبقى اذا بالطريقة دي نقدر نعملها. اولا الدالة بنفعش اقول ابر ولور. ليه لان الدالة لفوق ثابتة والدالة لتحت ثابتة في جزء معين. الجزء الثاني مش موجودة ثابتة. وبالتالي هنا تلاحظ ان عندنا المنحنة يمين ويسار. فلازم اعدل المعادلات بتاعتنا. يبقى نعند المعادلة. واي تساوي ستة ناقص اكس لها المعادلة. الخط المستقيم الهوه يبقى لا. يبقى اعدله ازاي? اخليها اكس تساوي. اكس تساوي كام ساوي اكس. فلو بدلنا يمين يسار وہا نفس الهوه. ايكس تساوي مين? الواي. يبقى انا هنستخدم المعادلة اين. يبقى ازا المعادلة هي عبارة عن ال right function. وهذه المعادلة تبقى من ال left function. وبالتالي الاي تساوي تكامل ال right. اللي هي عبارة عن ستة ناقص واي. ناقص من? ناقص ال left اليمين الواي دي واي. تكملنا من بالنسبة للواي او رسبيكتو ماي. يبقى ازا حدود التكامل على محور واي يعني من الصفر لمين من الصفر للاتنين. وبالتالي قد يبقى الناتج عندها تكامل من صفري للاتنين ستة. ناقص سالب وي وسالب وي. يبقى سالب اثنين وي دي وي. طبعا ممكن تعمل تكامل لاستدامن على حزبه. او تعمل اعمالي التكامل يدوي. يبقى تكملها 7. ناقص الاتنين وي. تكملها بواي تربيع. وانعوض من الصفر لمين لاتنين. ستحصل الناتج ايضا كثمن. يبقى سواء حليت باشكال الهندسية او حليت بسهرام التكامل لك مطلق الحرية تقدر تحل بها طالما السؤال عندك ملتبة شويس فما فيش مشاكل ان انا حل باشتخدام الاشكال الهندسية. تعال بان شوف سؤال تاني. هنا بيقول لي ايه شباب بيقول لي انا عندي مسألة زي الطريقة ديها بيقول لي انا عايز احل المسأة اه واي تربيعي سو اكس وعندي اكس يسو واحد زي ما انا موضح بالرسم. عايزين مساحة المنطقة الموضلة باللون الاخضر ديها. طب تعال وباني شوف ازاي نوجه المساحة طبعاる انا ممكن احلها باكثر من طريقة المسألة. ممكن احلها رايات وليفت وممكن احلها كمان اه اه ابر ولور. طب تعالي نشوف لو انا حبيت احلها رايات وليفت يا طاري تتحل كيف رايات وليفت اه نخلي بالنا من هاته اذا يبقى نعندي هنا طالما قلنا رايات واليفت يبقى لابد من تعديل المعادلات اخليها بدلية الواي.ة لازم اعدل المعادلة لما وجدها جاهزة بدلالة Y تركيا وهي تعتبر مين دي هنا ههي عبارة عن عبارة عن X وبالتB المساحة لدي هتبقى يتكامل عبارة عن 1 ناقص الليفت وبالتالي أفعلها عمليت تكامل ولكن حدود الواي من كم لكم هنا حدود الواي من السالب واحد الى اثنين. وطبعا الشكل متماثل حول محور اكس فبقدر اقول له ان علاءة عبارة عن من الصف للواحد واضرف في كم واضرف في اثنين. على اساس ان انا سهل الامور على نفسه عمية التعويق. وبالتالي تكامل الواحد عبارة عن واي. تكامل الواي تربيع عبارة عن تلت واي تكعيم. اه من التكامل يبدأ من الصفل الى مين. طبعا لو عوضنا بالواحد تبقى واحد نقص ثلث يبقى اثنين على ثلاثة. اثنين على ثلاثة في اثنين يبقى اربعة على ثلاثة. ولكن انت لو عوضت بصفة تلقى اصفاري وبنهاش لازم ان انا عوض مرة تانية بها بالصفة. هذه بالنسبة مين للطريقة الاولى. ان انا عملت او استخدمت مين الريت والليفت. طب ممكن استخدم الابر واللور. نعم. لان هنا ممكن اجيب الفرع اللي فوق ده وقت اخذ الجزر التربيعي للأكس. يبقى عندنا اه? عندنا الواي تساوي موجب او سالب الجزر التربيعي المين للأكس. يبقى الفرع اللي فوق ده من الرسم عبارة عن واي يساوي جزر اكس. الفرع اللي ثحت هيبقى عندنا الواي تساوي سالب جزر اكس. يبقى اصبحت ابر ولوة. وبالتالي هقول له التكامل من اه كامل كامل يبقى عندنا هنا الايه تساوي. التكامل عندها هيبقى من الصفل للواحد لانه على محور اكس. يبقى من الصفل للواحد. الابر عبارة عن جزر اكس ناقص اللور اللي هو سالب جزر اكس ونخلي بالنا من الاشارات يعني النتيجة النهائية بيساوي كام اقول له الكلام ده بيساوي تكامل من الصف للواحد هنا سالب مع سالب تحولت الى موجة جزر اكس وجزر اكس يبقى اثنين جزر اكس ولذلك احنا جزر اكس نقدر نكتبه اكس اس كام اس ونص عشان نقدر نعمة مين تكامل بكل سوء يبقى عندي اثنين تكامل تكامل الاكس اس ونص لكن الحدود بتاعتنا من الصف الى مين الى واحد طبعا اثنين في ضرب اثنين اربعة يبقى اربعة على ثلاث هعوض مرة بالواحد يبقى واحد اوسي ثلاثة على اثنين بواحد باللاحاز بان لو انت مش عارف تجيبها اشافوك وبالتالي عندنا الصف يبقى صف وبالتالي النتيجة ايضا يبقى حصلها كام اربعة على ثلاث بنفس الكلام اللي احنا حصلناه في الجزء الاول وبالتالي الحل الصحيح لو حل رقم ايه لأربعة على مين اربعة على ثلاث فانا عندي طريقتين الطريقة اللي تعجبك انت تقدر تحل بها في الامتحان شوف اسهل طريقة من اثبالك في الامتحان نجي نشوف سؤال جديد مرة ثانية هنا نخلي بالنا من السؤال الدامنا ودي من الاسئلة المهمة نخلي بالنا منها لانا بقول هنا يبقى عندي هنا عايز خط مستقيم رأسي يبقى Especially diffided the area include by يبقى عن عايز خط مستقيم رأي رأسي يقسم الاريا المحدودة بالمنحنة Y سوي سالب جزر X والمنحنة Y سوي X اللي هو دايما نحن قلنا Y سوي زيرو معناها XX وكمان معهم المستقيم من الرأسي مستقيم رأسي اسمه X سوي أربعة يعني عايز خط مستقيم أرسم خط مستقيم هنا مثلا رأسي عند مثلا قيمة وليكن كي بحيث المساحة اليمين تسوي المساحة الياسة هذي بالنسبة ليه المفهوم اللي احنا فهمناه من خلال مين السؤال طب كيف احمل الكلام دواتي تعال مع بعض ونشوف نعمل الكلام ده مع بعض ازاي اولا انا هفرض ان هنا رسمت هنا المستقيم ويسة وكي فانا عندي هنا المساحة اقدر اجيب المساحة الاجمالية فلو انا جبت المساحة الاجمالية تعال كده نشوفها المساحة الاجمالية كام هقوله total area كلها عبارة عن كام هقوله تكامل انا عندي يعتبر لأبر ولور يعتبر لها ان الدلة هنا عندنا وايسة وصفر هي محور اكس والدلة اللور هي عبارة عن سالب جزر اكس وبالتالي اقدر استهدم القاعدة اللي هي الابر ناقص اللور يبقى الابر عبارة عن زيرو ناقص اللور سالب جزر اكس هو ننسى الاسيارات وهنا عندنا مين دي اكس طب انا عندي عملت تكامل بالنسبة لل اكس او التكامل بالنسبة له الريس بكتو اكس يبقى اذا التكامل عندنا منين حدود التكامل من الاعلى محور اكس يعني من الصفر الى مين الى الاربعة يبقى ان هنا في الحالة دي بيوجد المساحة الاجمالية يبقى الكلام دي بيساو كام تكامل من الصفر للاربعة طبعا سالب في سالب بموجب يبقى هحصل اكس طبعا جزر اكس اعملها جزر اكس هي عبارة عن اكس او السكام او السنوص طبعا تكامل دي عبارة عن مين عبارة عن اكس و التكامل عندنا من الصفر لما؟ من الصفر للأربعة تكامل عندنا من الصفر للأربعة طبعا مرة أعود بالأربعة و مرة أعود بمين؟ أعود بالصفر فلو عودت بالأربعة بجاز الاربعة عبارة إلى اثنين con respecto ثمانية ثمانية في اثنين أحصلها كام؟ 16 على مين؟ على ثلاث هذه عبارة عن مين؟ عبارة عن المساحة الإجمالية للمنطقة الموجودة عندي طب أنا محتاج دلوقتي حية تاني محتاج أوجد الخط دي أترى قيمة الكي عبارة عن كام عشان يقسم المساحة دي إلى نصفين إلى مساحتين مدساويتين يبقى أقدر أقوله في الحالة دي أن المساحة المنطقة الأولى لو أنا قلت له من الصفر إلى الكي يبقى لو أنا فرضتها كده وقلت له المساحة المنطقة الأولى اللي هي الا عبارة عن تكامل من الصفر إلى الكي مثلا هنرى نعمل رمزي K يسأل عبارة عن نفس كلم أبرولة والنفس الدالة هي هي متغيرتش يبقى عندنا صفر ناقص سالب جزر X DX ولكن هذه المساحة بالسوامين نص المساحة الكلي لان انا بقول هنا 2 equals area يعني مساحتين المتساويتين يبقى كل واحدة منهم نص المساحة الكلي يبقى نص السطة يبقى اضرب كده اقول له نص ضرب 16 على مين على 3 يبقى اذا التكامل الجزء اللي عندي ديها طبعا سالب مع سالب بموجب يبقى حصل عندي تكامل X النص من الصفر الى الكي تساوي DX تساوي كام نص ستاشة على ثلاثة اللي هي عبارة عن ثمانية على مين على ثلاثة طيب التكامل الخاص بالجزء الياسار زي ما عملناه في الجزء الاول هي بقى عندي هنا اثنين على ثلاثة X equals ثلاثة على ثلاثة التعوض بتاعنا من الصفر للكي الكلام اللي بيساوي كام ثمانية على ثلاثة طبعا هنا ممكن اضرب فيه ثلاثة على ثلاثة المقلوب عشان اد اكبر اخلاص من مين من الموضوع او اشطب الثلاثة مع الثلاثة لانا دي مقامات طرف يمين وطرف يساوي وبالتالي لو قسمت على ثلاثة هحصل عندنا كام وابدأ اعوض كمان بحدودها التكامل يبقى عندنا K أس ثلاثة على ثلاثة ناقل لو انا عوضت بحد التكامل السفلي هطلع صفر يبقى ناقل الصفر يبقى ازا الناتج النهائي يبقى كام ثمانية ليه لان انا بكل بساطة ضربت الطرفين في ثلاثة على ثلاثة عشان نتخلص من هذا الجزء اللي موجود في الطرف اليساط يبقى اصبحت K أس ثلاثة على ثلاثة تساوي صفر لان الصفر ملوشي يلزم عايز انا نطيقيمة الك يبقى هعملها ارفحها لأس المقلوب لأس المقلوب لأس الموجود عندنا يبقى عندي ثلاثة على ثلاثة يبقى ارفع الطرفين لأس ثلاثة على مين أس ثلاثة طب أس ثلاثة على ثلاثة يبقى ازا في الحالة دي كمان نخلي بالنا دي مش 8 دي عبارة عن 4 لان انا هنا ضربت فيه 3 على 2 يبقى اذا الناتج هنا 4 وليست 8 وبالتالي هنا نعصر لحديث بكام 4 يبقى اذا الاجابة الصحة لعنده هي عبارة عن 4 أس 2 على من على 3 وبالتالي الاجابة بتعتنا لرقم بي يبقى اذا المستقيم هو عبارة عن 4 أس 2 على 3 هي عبارة عن المستقيم الرأسي الذي يقسم المساحة أسفل ما بين المنحنة سالب جزر X ومحور X إلى مساحتين متساويتين هذا بالنسبة من للسؤال الموجود معنا نجي لسؤال ما وجود عندنا سؤال كده بيقول لي يا ترى المساحة A2 أي تعبير من هذه التعبيرات اللي قدامنا تعبر عن المساحة A2 نخلي بالنسبة للX وهنا بالنسبة للX وهنا بالنسبة للX ولكن هنا بالنسبة من لل1 نشوف بالنسبة للX طب هل بالنسبة للX هل أقدر أقول عليها رأي أبر ولوة بالنسبة للX طالما هعمل تكامل بالنسبة للX يبقى لازم يتوبوا عندنا أبر وعبارة عن إيه عبارة عن لوة دالة فوق ودالة تحت ولكن للأسف A2 ما فيش دالة فوق ودالة تحت ولكن هذه المسألة تفكرنا بأول مسألة حلناها أنا عندي هنا ممكن أقسم المنطقة إلى نصفين أو إلى جزءين يبقى إذن أخلي الجزء اليمين وجزء يساء الجزء اليمين يا ترى مساحةه كام أنا عندي الدالة الخاصة به اللي هي عبارة عن جزر X يبقى الأبر الخاصة به جزر X واللور اللي عندنا اللي هي محور X اللي هي صفر عبارة عن مين دي X طبعا هنا التكامل على محور X من كم لكما يبقى يبقى من واحد من الصفر إلى الأربعة زائد طبعا الجزء الثاني يبقى تكامل من أربعة لستة الدالة الخاصة به اللي هي مين اللي هي ستة ناقص X يبقى ستة ناقص X وهنا سوري الحدد التكامل زائد الجزء الثاني هي بقى حدود التكامل عندنا من كم لكم من أربعة إلى مين إلى ستة والدالة الموجودة عندي اللي هي عبارة عن ستة ناقص مين X دي X طبعا الجزء الأول هي بقى عندك تكامل من الصفر لأربعة جزر X زائد صفر يعطيك جزر X دي X زائد تكامل من أربعة إلى ستة ستة ناقص X دي X يترى نشوف مين فيهم الصح أنا عندي هنا من الصفر لأربعة جزر X وستة ناقص X من أربعة إلى ستة يبقى إذا الإجابة الصحيحة رقم مين رقم بي أما لو أنا حبيت أحلها عن طريق الright والlift يبقى تخلي بالنا لابد من تعديل معدلات يعني المعادلة الأولى عندي Y تساوي ستة ناقص X لابد من تعديلها يخليها ستة ناقص مين ناقص Y ودي هتبقى الدل هي الright طيب بالنسبة للدل الأخرى أنا عندي Y تساوي جزر X يبقى إذا في الحالة دي هتبقى الويتر بيعي سوى X وهي هتبقى معادلة من اللفت يبقى الright ناقص اللفت ولذلك نخلي بالنا هي هتبقى شبيهة باللي تحت دي ولكن الإشارات هنا مختلفة عنها شوي هتطلع إشارات مختلفة وبالتالي نعندي حل وحيد اللي هو رقم B اللي هو عبارة عن تكامل جزر X من صفر إلى أربعة زائد تكامل من ستة ناقص X من أربعة إلى مين لست نشوف سؤال جديد ونشوف نحله إزا من الأسئلة الظريفة الموجودة عندنا في الكتاب عندنا بيقول لي find area between عندنا مستقيم Y و X والمستقيم الآخر عبارة عن مين عبارة عن Y و 2 ناقص X طبعا واضح ذلك الشمس عندنا أبر ولور أبر ولور يبقى أقدر أطبق القاعدة اللي هي A تساوي تكامل الدالة الأبر أو الدالة لفوق ناقص الدالة A لتحت و أقول له بالنسبة لمن بالنسبة لمن للX يبقى إزا الكلام ده بيسوي تكامل الدالة طالما هاعمل أبر ولور يبقى ما فيش تعديل للمعادلات إلا إزا هو كان عطيني في السؤال المعادلة X تساوي يبقى لازم أعديلها خليها Y تساوي وبالتالي المعادلات معدلة وجاهزة يبقى الأبر عبارة عن 2 ناقص X ناقص الدالة طبعا حدود التكامل دائما متوبها طالما على X يبقى إزا أجيبها من محور X عايز أجيب حدود التكامل لو هو مش عطهاني يبقى أحل المعادلات المعادلات هادي Y وهادي Y يبقى أقدر أساوي معدلة المعادلات يبقى X تساوي 2 ناقص X رحل X بشرة مخالفة وبالتالي أحصل X زايد X يعني 2 X يساوي 2 قسم يبقى أجيب كام بواحد يبقى إزا أدي معادلة مين المعادلات إنه عند مين عندنا نقطة واحد وصف طبعا هنا من صف طبعا من خلال الجزء الثاني هو بدأ X بصف يبقى إزا من صف لمن للواحد يبقى إزا النتيجة الإجمالية هنا من صف الواحد هقول تكامل عندنا 2 سالب X X يبقى عبارة عن X تربيع أو عمل عمية التعويض من الصف لمن يا شباب من الصف للواحد طبعا التعويض بالواحد يعطينا 2 ناقص 1 أما التعويض بالصف يدين 0 ناقص 0 وبالتالي النتيجة الإجمالية بالساوي كام 1 وبالتالي مساحة هذه المنطقة تساوي 1 بالنسبة مين لهذا السؤال يبقى حلناها بالقاعدة الأسية اللي هي أبار ناقص لور وتلام أبار ناقص لور يبقى عمية التكامل بالنسبة للإكس السؤال اللي بعد كده بيقول لي أوجد مساحة المنطقة المغلقة والمحصورة بين المنح حنيان أدنى فأنا عندي مثلا مثلا فطبعا أنا عندي هنا X S4 ناقص X تربيع وعندي 1 ناقص X تربيع طبعا هنا وكل إذن الرسمة موجودة عندي وطالما عندنا فيه مساء مثل كده لما يكون فيها صعوبة شوية في الرسم هو بيجيب لكم الرسم المرسوم يبقى إذن هذه المنحنة التي عندي والمنحنة الموجودين عندي المنحنة الأزرق هو عبار عن X S4 ناقص X تربيع والمنحنة اللونه أحمر بالنسبة للمعادلة Y ناقص 1 ناقص X تربيع المساح الدلة الثانية هي عبار عن مين الدلة مين اللور وبالتالي المساح تعتبر منتهية يبقى كل اللي بأعمل أقول الاريا تساوي تكامل الدلة الأبر 1 ناقص X تربيع ناقص الدلة اللور X أصربع ناقص X تربيع DX التكامل على محور X يبقى من سالب 1 لموجب 1 وبالتالي أقول تكامل من سالب 1 أبدأ اختصر طبعا لو أنا فكت الأقوة سيبقى عندنا 1 ولكن نخلي بالنا هنا أننا عندي في القصة الثانية أبدأ ناقص يبقى سالب X أربعة وهي حول إلى موجب X أصف 2 فتلاحظ أن X أصف 2 هتضيع مع X 2 لأن 1 موجب 1 سالب يظل معنا مين يظل X 1 1 X 4 D وهذه تكملها سهلة جدا لو أنت حبيت تحلها بالألحاسبة حبيت تحلها يدو ما فيش مشاكل وبالتالي يبقى عندك X 1 على 5 X 5 هتعوض من سالب 1 ل 1 يبقى إذن النتيجة النهائية هتحصل ها بالألحاسبة 8 على 5 8 على 5 وبالتالي يبقى إذن النتيجة C هذي بالنسبة مين بالنسبة لمسألة مين المسائل الموجودة عندنا اليوم أكيد خلصنا الجزئية الخاصة بالمنحنية المساحة أسفل المنحنة أو المساحة بين المنحنيات النهار نبدأ بقى في الجزء الثاني اللي هو Volume خاصة بالجزئية البسيطة عندنا سلايسينج و ديسك و الووشر طبعا Volume باي سلايسينج باي أو رمز باي شباب معان لا نغلط ونكتب معها بعد أما بالنسبة لطريقة المثود عبارة عن مين عبارة عن لما تكون عندك المنطقة ملامسة تماما لمحور الدوران ما فيش أي فراغ فيها سواء أفقي أو رأسي بالطريق ديسك الدسك عبارة عن مين عبارة عن باي اف اكس تربية يعني مربع الدول اللي عندي إذا كانت الشكل الموجود عندي ملامس لمحور إلا وان هعمل تكامل بالنسبة الـ اما إذا كنت هعمل تكامل بالنسبة الـ والمنحنى أو المنطقة اللي عندي ملامسة تماما لمحور وي يبقى خلي المعادلة بساوي باي في مربع الدول اللي هي جي و دي و ونخلي بانا طالما هعمل تكامل هعمل تكامل بالنسبة الـ حدود التكمل على الـ هعمل تكامل بالنسبة الـ حدود التكمل على محور الـ وبالتالي نيجي الطريقة الثالثة وهنا نفس الطريقة بالضبط اللي هي خاصة بمين ب الدسك ولكن هنا أصبح فيه فراغ فأصبح فيه قطر داخلي وقطر خارجي R تربيع ناقص R إنها تربيع طبعا R معناها نصف القطر الخارجي نصف القطر الخارجي والثاني عبارة عن مين نصف قطر الداخلي الخاص بالشكل قدامه يبقى عندها تلات طرق بالنسبة للفوليم الطريقة الرابعة اللي هي السليني أو الصدفة الاستوانية أو الأصداف الاستوانية الأصداف الاستوانية والأصداف الاستوانية الوحيدة اللي فيها مين يا شباب اتنين باي أما بالنسبة للمثل عبارة عن فيها وان باي نكلم بالنا كمان يا شباب بالنسبة للصدفة الاستوانية من حقيقة مهمة جدا الاكس الموجودة في القاعدة دي هي عبارة عن مين يبقى الاكس دي عبارة عن ريديوس يعني ريديوس يعني المسافة ما بين الشل أو محور نصف قط هو المسافة ما بين الشل أو الصدفة إلى محور الدوران اما بالنسبة للفف اكس اللي عبارة عن مين عبارة عن حايت اللي هو عبارة عن الهايت عبارة عن ارتفاع الصدفة ارتفاع الصدفة وتبعا ارتفاع الصدفة لو كانت الصدفة رأسية فبقول عليها دايما الارتفاع عبارة عن الابر ناقص اللور لو منهم الجزئات هزيكت. لو انا قدرت احصر الار وحصر احصر كمان معاي الهيت او الارتفاع بقدر استخدم بكل سهولة الاسليندر كالشيل. وهنا الاسليندر كالشيل او الصادة فلسطوانية بتحل للمشاكل مشاكل كتير في مين في الاسلة المويدة عندي. تعال بقنا نشوف الاسلة وتشوف نحلها هزا. فمثال زي كده بعطينا هو الارئة الخاصة بالكروستيكشن يبقى هتطبق القاعدة مباشرة. اللي هي عبارة على تساوي تكامل الايف اكس من كم لكم كممي. اعطينه له من الصفل للعشر. يبقى اقول له من صفل لمين للعشر. يبقى ان دون تكامل من الصفل للعشره عبارة على ستالة موجب عشره اي اوس ستالة اوس zero point zero واحد اكس دي اكس. طبعا تكامل الدالة الاوسية بنفس الدالة الاوسية مقسوما على مين على معامل الاكس الوزيرو بينت واحد من عشر التكامل عندها من الصفل مين للعشرة. طبعا عملية التعويض ممكن اقسم العشرة على واحد من مية يبقى احصلها الف بالحسبة. واعود بقى بالعشرة يبقى ايه? لما اضرب واحد من مية في عشرة احصلها واحد من عشرة. ناقص لما عود بالصفر بقى ايه الصفر بكام بواحد. وبالتالي الاجابة الصحيحة اللي هي اول اجابة موجودة عندي. هذه بالنسبة مين لمسألة على مسألة على مسألة على او المقاطع العرضية. تعال بقى نشوف نسألة ثانية عن مين الكروستكشن. ولكن هنا المسألة بشكل اخر. فخلي بالكم معنا. نجي بالمسألة هنا بيقول لي واكس يسوي تربيع واكس يسوي تسعة. المنطقة المحصولة بين هذين المنحنيين عبارة عن يعتبر قاعدة للشكل او المجسم اللي انا محتاجه. المجسم دي عبارة عن ايه? المقاطع العرضية بتاعته يعني عمودية على محور اكس. يبقى المقاطع العرضية عمودية على محور. ولكن المقاطع دي على هيئة ايه? على هيئة انصاف. انصاف مين? انصاف دواء. وبالتالي انا لو عندي المسألة بالطرية دي. اقدر ارسم الدالة اكس يسوي تربيع هي عبارة عن دالة متماثلة حول محور اكس. وبالتالي عندنا هنا مثلا دي محور واي. وهذا المحور اكس. يبقى انا اقدر ارسم المسألة بالطرية دي. يبقى دالة تربعية متماثلة حولي المحور اكس. طب انا عايز كمان المستقيم اكس يسوي كام تسعة. يبقى هنا هنا عند النقطة ديها تبقى عندنا اكس سوى كام يساوي تسعة. طيب انا كمان عايز المنطقة اللي بسطيهم هي عبارة عن القاعدة الخاصة بالشكل اللي انا محتاجة. يبقى هذه المنطقة اللي احنا محتاجينها. طيب يا ترى اللي انا عندي بالنسبة ليه? عبارة عن هي عبارة عن سيمي سيركل عن الصف دائرة. يبقى ادي نصف دائرة ممكن ارسمه هنا. ممكن ارسم نصف الدائرة بالطريقة دي. ممكن ارسم نصف مساحة الكروستيكشن يترب كام؟ طيب مساحة هنا عبارة عن نصف دائرة يبقى المفروض تساوي نصف الدائرة نصف الدائرة يبقى نصف باي ار تربيع يبقى عليها ان انا اجيب مين قيمة الار الار هي عبارة عن نصف القطر ده ولكن نخلي بالنا ما نقولش ان انا مسلا قيمته كذا الارقام لانهو متغير على حسب مين على حسب الشكل الموجود عندي وبالتالي انا عندي الرسمة موجودة كده ادي الدلة التربعية بالطبع ففي النصف القطر يبقى نصف القطر هو هذا الخط طبعا الخط ده يعتبر القطر كامل بالنسبة للدائرة يبقى انا هسميه L مثلا يبقى ترى كيف اوجد ال L ال L دايما عندنا دالة هنا ابر ودالة مين لور ولكن انا عندي الدالة اساسا بيقول لي عبارة عن ال X يساوي Y تربية وبالتالي قيمت ال Y بساوي كان موجب او سالب جزر X يعني الجزء اللي فوق عبارة عن موجب جزر X الجزء اللي تحت سالب جزر X وبالتالي الأبر عبارة عن جزر X ناقص اللور سالب جزر X يعني قيمة ال L عبارة عن كام اثنين جزر X طب هذا هي عبارة عن L ودي اعتبر قطر الدائرة كامل لأنا محتاج نصف القطر اللي هو ال R يبقى لازم اقسم ال L على كام على اثنين وبالتالي هحصلها جزر مين X يبقى اذا ابدأ اعوض هنا في المساحة المقطع العرضي يبقى عبارة عن نص ال Bi في ال R هي عبارة عن جزر X أس كام أس اثنين وبالتالي هتكون عندنا نص باي ويجازر هايضيع مع التربيع يبقى اذا اكس أصبح كده ال V 요م بيساوي تكامل عبارة عن مين تكامل المقطع العرضي تكامل المساحة المقطع العرضي X ويساوي عبارة عن مين يبقى ابدأ عملية التكامل يبقى عندنا نص باي X طبعا دي تكاملها سهلة طبعا عند حدود التكامل محور X الى من الصفل اللي مين من الصفل اللي تسعة ممكن تجيب التكامل على حاسب أو تجيبه يده ومفيش أي مشاكل هتحصل النتيجة اللي عندك عبارة عن كام 81 على مين على أربعة يبقى إن النتيجة هنا تبقى 81 على أربعة هذه بالنسبة لمين لمسألة أخرى على المقاطع العرضية يبقى عندنا مسألة على المقاطع العرضية فلتنخلي بالنا شباب من المقاطع العرضية نشوف مسألة تانية برضو هنا على المقاطع العرضية ولكن الشكل مختلف شوي عندنا دالة عبارة عن جذر 2 صين اكس وكمان المقاطع العرضية يعني عبارة عن مثلثات مدساوية الأضلاع عبارة عن مثلثات مدساوية وكمان بدكتنا عمودية على محور اكس وبالتالي عندنا الرسمة الخاصة بالصين في الفترة اللي هو عطوا هاني من صفر الباي ولكن أنا عايز أرسم مثلثات عمودية على مقاطع عرضية عمودية على محور اكس وهي عبارة عن مثلثات متساوية الأضلاع وبالتالي يبقى المنظر بتاعنا كده يبقى دي المثلثات المجدانة نفس الفكرة اللي عملناها من شوية لازم أجيب الضلع اللي عندنا يبقى إذن ال L عبارة عن مين عبارة عن الأبر نقص اللور طب الأبر هو عبارة عن مين الجزر التربيعي لاثنين صين اكس طب اللور عبارة عن محور اكس اللي جاب صفر يبقى إذن ال L عبارة عن مين الجزر التربيع 2 سين X طب دلاتي أنا عندي مثلث متساول أضلاع يبقى إذا الكوريستيكشن مساحة الكوريستيكشن عبارة عن مين مساحة الكوريستيكشن عبارة عن حية بسيطة إنها لا يكون حافظها مساحة المثلث المتساول أضلاع اللي هي جزر 3 على مين 4 L تربيع وبالتالي يبقى عندك جزر 3 على 4 مضروبة لو أنا ربعت ال L دي يبقى مثلا نعملها بالتفصيلها الجزر التربيع 2 سين X الكل تربيع طبعا التربيع بيضيع مع مين مع الجزر والاتنين نختصرها مع الأربعة يبقى حصلها جزر 3 على 2 سين مين سين X هذا يعبارة عن مين مساحة المقطع العرضي يبقى إذا الفوليوم عبارة عن مين التكامل الخاص بمساحة المقطع العرضي اللي هي جزر 3 على 2 السين X ولكن عندي ال X من كم لكم الحدود بتاعتنا من الصفر إلى مين إلى البال وبالتالي نقدر نقول دي جزر 3 على 2 ثانيا تكامل الصين نخلي بالنا إنها عبارة عن سالب كوسين X الحدود التكامل من الصفر إلى مين البال عوض مرة بالبال وعوض مرة بالصفر وتحصل النهائية هنحصلها عبارة عن A جزر 3 اللي هي الفوليوم لأنها عوض هنا بالبي وعوض بالصفر هنطلع عندنا مثلا جزر هنا بالنسبة لسالب كوسين باي طبعا مغرفة كوسين باي بسالب واحد يبقى تحول إلى الموجة بواحد وكوسين صفر بواحد وقدمها سالب وسالب تاني تحول إلى الموجة يبقى موجة باثنين هتختصر مع مين مع الاثنين يبقى إذن النتيجة كام جزر 3 هذي بالنسبة للمسألة أخرى على المقاطع العرضية تعالي نشوف سؤال تاني برضو على المقاطع العرضية بس من نوع آخر هنا أعطهاني على هيئة جدول طبعا على هيئة جدول اللي بيقول لي دي عبارة عن كورس سيكشن طب المسألة دي يحلها ازاي أنا عارف طبعا الفوليوم بيساوي مين عبارة عن تكامل F of X تربيع ولكن أو عن نسمين البي يبقى إذن هذي بالنسبة للحجم أجوب وطريدية طيب طالما عندي F of X تربيع طب مش موجودة F of X تربيع يبقى لابد من إيجاد قيم X تربيع طب أجيب F of X تربيع ازاي ممكن هنا تيجي على تحت الجدولة كده وتعملها عمية تربيع يبقى إذن مربع الاثنين أربعة مربع واحد فاصل اثنين يبقى واحد فاصل أربعة واربعين مربع التسعة من عشر واحد فاصل أثمانين مربع الاربعة ستتاشة من مية مربع الواحد واحد واحد فاصل ستة وتسعين ومربع الواحد فاصل ستة اللي هي اثنين فاصل كام ستة وخمسين ثم باكرة أستخدم قاعدة مين أستخدم قاعدة سيم بسون عشان أقدر أوجد الحجم الخاص بهذه المسأة وبالتالي الفوليوم تساوي سيم بسون يقول لي دلتا X على ثلاث طب دلتا X بكام دلتا X هي مقدار التغير في قيمة X هنا صفر للنص أو النص للواحد يبقى إذن تغير منتظم بنص يبقى إذن دلتا X يعبر عن مين نص يبقى إذن دلتا X يبقى نص أو خمسة من عشرة على ثلاث مضروبة في مين يا ترى نخلي بقنا من سيم بس ننطبقها إزاي قلنا أول رقم بنتركه زي كما هو أول رقم في الفيكس تربيع بتركه كما هو يبقى الأربعة بعد كده الرقم اللي بعده هنضربه في أربعة يبقى أربعة ضرب واحد بنت أربعة واربعين الرقم اللي بعده هضربه في اثنين وهكذا والرقم اللي بعده هضربه في أربعة الرقم الذي يليه أضربه في اثنين الرقم الذي يليه هضربه في كم؟ في أربعة يبقى أربعة ضرب واحد بنت تسعة ستة أما الرقم الأخير يظل كما هو اللي هو اثنين بنت خمسة بنت خمسة كم ستة هنحسب الحسابات ديها طبعا هنا كمان ننساش ان انا عندي عمية التكامل فيها قبلها باي فلازم نخلي بالنا انها فيها علامة مين الباي او رمز الباي يبقى عندنا انها يطلع النادش كاما شباب اللي هو 4.07 باي وبالتالي هو الاجابة الصحيحة رقم ايه هذي بالنسبة مين بالنسبة للجزئين المسألة تانية اللي هي مسألة الهرم ودي انا بعتبرها من المسألة السهلة والبسيطة لنخلي بالنا منها كويس ايه ايه مسألة الهرم سواء هرم ناقص او هرم كامل هعمل نفس الاسلوب دايما هاخد الاتجاه بتاعنا هو محور اكس او اتجاه الارتفاع وبالتالي النقطة اللي تحدها تبع عبارة عن الصفر مع طول القاعدة السفلية للهرم طول القاعدة السفلية للهرم هو بيقول لك بيس صيد ايه كام 750 يبقى اذا هنا النقطة الاولى تبع صفر مع 700 وكام وخمسين النقطة عند اقصى ارتفاع للهرم عبارة عن ارتفاع الهرم اللي لدينا اللي هو ميتان وخمسين اطرح ومعها مين كمان طول القاعدة اللي فوق دي كمان اما لو ما فيش هنا قاعدة واصبح الهرم كامل فيبقى بصفر طب طول القاعدة اللي فوق دي عندنا الهرم كامل كتب لك هو البلاتو توب اوف سايد 375 افيت وبالتالي ديها ثلاثمية خمسة وسبعين قدم يبقى النقطة اللي فوق ثلاثمية خمسة او سبعين طبعا هنا ارتفاع بالنسبة ليه المقطع العرضي لو اننا عملنا مقاطع عرضية كده تبع الهيئة مربعات وذي المربعات دايما هي علاقة خطية مع مين مع الارتفاع وبالتالي عندنا طول الضلع طبعا يبقى ازا في الحالة ديها يبقى عندنا مثلا الميل عبارة عن مين انا عنده نقطتين اجيب منهم الميل يبقى ثلاثمية خمسة وسبعين ناقص سبعمية وخمسين على كام على ميتين وخمسين ناقص من الصف وبالتالي الميل هي حصله سالب ثلاثة على اثنين وطبعا عندنا بالنسبة للهرم شرحته باكثر من طريقة في فيديو ايضا في فيديو ايضا بكده فما سيبلكم برضو الكارت فوق هنا بحيث انك تضع عليها توصلك على الفيديو مباشرة وبالتالي تقدر تفهم منه كيف احنا بنحسب الهرم باكثر من طريقة حجم الهرم باكثر من طريقة يبقى عندي الميل سوى كام سالب ثلاثة على اثنين وبالتالي الواي بساوي سالب ثلاثة على اثنين اكس زائد مين دائما زائد القاعدة السفلية اللي هي سبعمية وكام سبعمية وخمسين يبقى هذه مين يعتبر طول ضلع الشريحة اللي انا اخدتها طب طول ضلع الشريحة اللي انا اخدتها طبعا انا الشريحة عليها المربع يبقى مساحة المقطع العرضي هي عبارة عن الواي تربيع وبالتالي تبقى سالب ثلاثة على اثنين اكس زائد سبعمية وخمسين لكل استكامه يبقى اذن الفوليوم عبارة عن تكامل الا اكس من الصفر للمثال وخمسين اللي هو اقصى ارتفاع عندنا مين للهرب يبقى اذن الاجابة الصحة اللي هي رقم مين عندنا رقم اي هذي بالنسبة مين بالنسبة لهذه الجزئية من الاسف تعالوا ايبا نشوف سؤال اخر جايب لي سؤال نفس الكلام بيقول انا عندي الواي بساوي اثنين اكس تربيع الواي بساوي اثنين اكس تربيع وعندنا ما انا عايزها بين محور ومحور اكس. من كم لكام? يبقى ازا طبعا الاكس تربيع معروفة كلنا عندنا. ايه لها بالطبع. طبعا دي لو انا عامل اكس تربيع او اتنين اكس تربيع. اه اه اتنين اكس تربيع. طبعا اكس تربيع نفسها هي هي والزبط. ولكن انا اضربتها في اتنين معاملة في اتنين. فازا عملت تمدد رأسي. هتبقى عاملين عملية تمدد رأسي. وبالتالي انا عايز المساحة ما بين مين محور اكس وهذا المنحنة من صف ال الاتنين. يعني من الواحد الاتنين. يبقى اندر من واحد الى مين الى الاتنين. يبقى عايز المنطقة هذه المنطقة بقى. يبقى زي ما انتو شايفين عايزين هنا حجم دوران حوالين محور مين? عايز اعمل دوران حوالين محور مين يا شباب هنا بيقول لي اباوت اكس اكس. يبقى عايز اعمل دوران حوالين محور اكس. دوران حوالين محور اكس. طب اللي هنا المنطقة ملامسة لمحور X يبقى هستخدم مين؟ هستخدم الدسك طب الدسك عبارة عن مين؟ يبقى عندنا نصف القطر الخاص بهذا الدسك هي المسافة دي؟ طب المسافة دي عبارة عن قيمة ال Y قيمة ال Y هي مين؟ يبقى إذن ال R هي عبارة عن ال Y هي عبارة عن كامل 2X تربيه وبالتالي الفوليوم تساوي تكامل باي وعندنا ال F of X تربيه دي عبارة عن مين؟ أنا استخدمت هنا مين؟ الدسك ولكن حدود التكامل عندنا من 1 إلى مين؟ إلى 2 طب من 1 إلى 2 يبقى نقدر نخلي الباي برا التكامل من 1 إلى 2 عندنا ال F of X اللي هي جيبناها بكام؟ اللي هي 2X تربيه ولكن نخلي بالنا أنها هي أس كام أس 2 تكامل بنسبة لك يعني هنا التكامل بسو كام باي مضروف في 4X أس 4DX من 1 إلى 2 يبقى نقدر نخلي الأربعة برا التكامل أيضا مع الباي وتكامل عندنا X أس 4 يبقى عندنا نقسم على 5 لأنها هيزيد الأس 1 تبقى X تبقى X تبقى 5 من 1 إلى مين إلى 2 وهنا طبعا التكامل ده يطلع معي النتيجة النهائية لما أعود بال2 مرة تبقى 32 أعود بالواحد تبقى 1 32 نقص 1 يعطيني 31 أضربها في 4 أحصلها كام بمية 24 على خمسة أي باي وبالتالي النتيجة الصحيحة اللي هي A سؤال آخر على الحجوم أيضا اللي بيقول لنا مثلا أنا عندي المثلث عندي 3 نقاط بيكونونه المثلث طبعا مش رسم الرسمة يبقى لازم أرسم أنا من نفسك يبقى إذا أدل المثلث أدل محاول مثلا محور X ومحور مين محور و عند النقطة الأولى سالب واحد وواحد مثلا لدينا سالب واحد مع سالب واحد مثلا وعند النقطة الثانية مع الصفر مع الواحد يبقى هنا صفر مع الواحد النقطة الثالثة عبارة عن كام عبارة عن واحد وسالب واحد يبقى إذا المثلث المطلوب مني هذا الشكل هو دي المثلث المطلوب مني عشان أقدر أجيب بيه الحجم طب فين الحجم هو أطلب مني مين يبقى أنا عايز المثلث بهذا الشكل طيب الحجم عايز دوران حوالي المحور مين الدوران هنا بيقول لي يبقى أنا أعمل دوران حوالي المحور و طب الدوران حوالي المحور و يبقى يلزمني إيه يلزمني أن أنا أوجد معادلة هذا المنحنة أو هذا المستقيم اللي هو يمر بالنقطة عندنا صفر وواحد والنقطة كام واحد وسالب واحد طبعا عندي معادلة سهلة ده معادلة خط مستقيم أوجد الميل الميل عبارة عن كام يبقى أقول له أنا هنا x1 y1 وهذه x2 و y2 يبقى معروف المنحنى عندنا وي 2 نقص وي 1. يبقى سالب 1 نقص 1 على 1 نقص 0. احصل الميل بكام بسالب 2. التقاطع مع محور وي هي عند الواحد. يبقى عندنا الواي تساوي سالب 2 اكس زاد التقاطع مع محور ولها كام واحد. يبقى انا كنا حصلت مين اه المعدلة بتاع. ولكن نخلي بالنين انا عايز اعمل تكامل بالنسبة للواي. لانها هستخدم هنا مين? هستخدم الدسك. وبالتالي لابد من تحويل المعادلة الى معادلة اكس يوساوي. يبقى انا هاعمل ايه? ارحل 2 اكس بشكل مخالفة عشان نحولها موجب. يبقى 2 اكس. وبعد كده ارحل الواي بالطرف الثاني. يبقى عندنا واحد نقص مين? واحد نقص واي. وبالتالي عندنا هقسم على اثنين. يعني احصل الكس يساوي كام? واحد نقص واي على مين? على اثنين. وبالتالي عندنا الديسك يبقى عندنا نصف قطر خاص بالديسك اه. نخلي بانا لما اعمل دوران حوالي محور اكس محور واي يبقى المنظر يبقى بالمنظر دا كده يعطين ايه شكل ايه شكل المخروط بالمنظر ده يبقى ازا في الحالة ديها يبقى عندنا الفوليام تساوي باي تكامل الار او الدلة في الواي اللي هي عبارة عن مين واحد ناقص واي على اثنين الكل اس اثنين دي واي ولكن هنا بالنسبة الواي التكامل بتاعنا من كم لكم هيبقى من سالب واحد لموجب واحد اشوف بقى الاختيار الصحفين فاحصل الاختيار الصحيح اللي عندنا طبعا موجود واضح زي الشمس ان رقم ايه رقم مين طبعا ممكن اكمل لو انا عايز القيمة اكمل افك الاقواس وحل عادي او استخدم الالحاسب عشان اوجد قيمة هذا التكامل نجي للمسألة اخيرة مثلا من المسألة الموجودة عندنا اللي هي عبارة عن مين عبارة عن التالي هنا بيقول لي المساحة زي كده مثلا عايز مساحة اه عندي دائرة يا ترى لو انا عملت لها دوران حول المحور واي الفوليوم بتاعها عبارة عن مين طبعا هي عبارة عن اسفير الاسفير عبارة عن كرة يبقى انها عمل دوران حول المحور مين محور واي طبعا انا عمل دوران حول المحور واي يبقى ايزا هنا نخلي بقى انها هنجيب المعادلة في دلالة الواي يبقى من هنا بنقدر من المعادلة ان نوجد اه الاكس يبقى اكس تربيع بيساوي ار تربيع ناقص اللي عبارة عن مين عبارة عن واي تربيع طبعا انا ولكنيه لحالة حالة انا محتاجي التربيع وبالتالي اقليها تربيع تربيع كمي يعمل يمكن لقم باي مضروف في د طبعا هنا وي Holland هي أقامل جهاز تربيع الا تربيع ناقص تربيع ولكن انا اتلاحظ هنا الان بي هي قبل كامل سالب الار اه ما لا تسرعش وراح اختار الرقم سي او رقم دي انا عندي هنا اتنين باي انا عندي واحد باي وبالتالي كده ما فيش مشاكل فيها غلط يبقى اذا ما ينفعش اختار رقم سي ولا اختار رقم مين دي طب يا ترى اي واحدة فيهم اه ما انا ممكن اجيب من هنا اخليها كده اقوله الاكس تساوي الجزر التربيعي الار تربيع ناقص واي تربيع وبالتالي بدل ما هي بالشكل ده اقدر اكتبها الشكل الثاني تكامل من سالب ار الجزر التربيعي الار تربيع ناقص واي تربيع الكل تربيع دي ا دي واي فازل الشكلين موجدين عندي اعنا عندي الشكل الاول او مين اللي انا موجود عندي اللي هو الشكل رقم بي اللي هو موجود عندي في الحل لان انا ممكن اضيع التربيع مع مع الجزر احصل هذا الشكل او الشكل الاول اللي احنا جبناه كده بالنسبة مين لهذه ايه المعادلة وبكده احنا وصلنا لاخر سؤال الموجود معنا هو عبارة عن مين عبارة عن عبارة عن خط مستقيم طبعا والخط المستقيم ده هنرسم خط مستقيم أو خطين مستقيمين موجودين عندنا بالطريقة دي يبقى أنا عندي هنا الخط المستقيم الأول Y سوى X اللي هو يقسم الأول والراء والثالث يبقى دي Y سوى X الخط الثاني عكسه أو عوض بقيم هات قيم ورسم عادي وعندنا Y تسوى 2 يبقى إذن أنا عايز المنطقة هذه المنطقة وهنا عندنا Y تسوى كم إثنين هاوزين حولين دوران حولها محور Y يسوى 3 يبقى محور الدوران عندنا فوق هنا عند Y يسوى 3 يبقى عندنا Y يسوى كم 3 طبعا لما أنا عندي بالطريقة دي يبقى أقدر أستخدم مين أستخدم الشيل يبقى أنا لو عملت الشيل موصولة مبين مرسومة مبين المنحنة الأول ومنحنة الثانية بالطريقة دي يبقى أنا أقدر أحصل أو أحل المسألة بكل سهولة كيف؟ إن أنا عندي هنا هي بابتاة المسافة من محور الدوران للشل هي عبارة عن الار ولكن الار دي عبارة عن مين عبارة عن الجزء اللي تحت عبارة عن الريط ناقص اللفت. عندنا الريت عبارة عن X يسوي Y. واللفت عبارة عن مين? التاني. ويبقى عندنا الـ X يساوي ساليب Y. يبقى إذن الـ H تساوي عبارة عن Y. الريت ناقص ساليب Y. أحصلها موجب 2Y. وبالتالي الـ volume يسوي تاني قعد. خلي بأننا أنا هستخدم مين هنا? الشلت اللي هي الأصداف. وبالتالي لابد أن يكون عندي 2B بره التكامل. تكامل كام? الـ R مضروف الـ H. يبقى عندي 2Y اللي هي الـ X. مضروفة في الـ R اللي هي 3 ناقص مين? Y. D. Y. طالما يبقى أجيب تحديد التكامل من محور Y. المحور Y يبقى من كاملك من الصفر إلى الـ 2. هذه المنطقة المحددة المين للمنطقة المضلرة. يبقى من الصفر اللي مين للـ 2. طبعا عملية التكامل السهلة. ممكن أحلها باستدامل الحاسبة. أو ممكن أكمل يدوي وأجيب منها القيمة لنا محتاجها. وبالتالي هنا الحل يطلع معنا مين شباب 40 على 3A 40 على 3A. باي. وكده بخلصنا حلقتنا اليوم. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة التانية إن شاء الله. على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة